من كم يوم كنت بتكلم مع حضراتكم ان حسين الشحات خلاص اتفق مع النادي الاهلي على كل تفاصيل عقده الجديد وانه وافق على التفاصيل وان الاهلي كمان نرحب وانه اللعب هيجدد ثلاث سنوات مع النادي الاهلي خاصة مع المستوى الرائع اللي بيقدمه في الفترة الاخيرة بس بس حصلت نقطة نقاشية بين حسين الشحات والنادي الاهلي قبل توقيع التعاقد وهي حاجة الاهلي تفهمه حسين لقى في العقد انه موجود انه العقد اللي هيخده او المقابل المادي اللي هيخده هيتحسب بنسب المشاركة بتاعته مع الفريق في المباريات فرح لمسؤول النادي الاهلي وقال لهم انا لقيت نفسي مخصوم مني 30% من قيمة اخر عقد ليا عشان وجودي على الدكة في مباريات سابقة مع النادي الاهلي فانا اخسرت فلوس كتيرة سابقة ومش عايز اخسر فلوس تاني لاحق فانا بس اللي بطلبه منكم ان انتو تشيلولي البند بتاع نسبة المشاركة وانا ناخد فلوس كلها بغض النظر عن المشاركات الاهلي تفهم لحاجتين تفهم انه اللاعب فعلا طلع مخصوم من عقده فلوس كتيرة اول موسم الماضي والنحية التانية انه اللاعب وتأديرا للمستوى الكبير اللي بيقدمه اللاعب في الفترة الاخيرة وبالتالي نحن بصدد بعد مباراة الترجي انه الاهلي يعلن رسمينا التجديد لحسين الشحات هل زمين جال